بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بنعمة ربنا نكمل مع بعض دراستنا في رسالة كورنثوس الرسالة التانية الاسحاح الخامس احنا كنا وصلنا لعدد عشرة خلصنا عدد عشرة وبنعمة ربنا نبتدي في عدد حداشر قديس بوليس رسول من فرحة قلبه ومن شبعه بربنا بيتكلم على خدمة العهد الجديد ازاي هي في مجد وازاي احنا دعينا لهذا المجد لدرجة ان احنا بنتجاوز عن كل المتاعب اللي بتحصل لنا في العالم لدرجة انه الضيقات اللي حاولينا مهما كانت بين ان هي زي الجبال وصعبة سمها خفيفة ضيقات خفيفة ووقتية كل ده عشان دايق محبة المسيح كل ده عشان عايش في النعمة وقال كده في الاسحاح التالت نحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير الى تلك سورة عينها من مجد الى مجد فبسبب انه هو فرحان بالنعمة اللي هو عايش فيها بتهون عليه كل الحاجات اللي في الارض كل المتاعب وكل الضيقات كلها بتهون عليه وبيقول ان احنا بناءن واحنا في هذا الجسد مش من المتاعب اللي برا لا بناءن لاننا مشتقين الى ان نلبس جسدنا النوراني اللي من السماء مشتقين الى ما لا يرى مشتقين ان احنا نخلع خيمتنا الارضية دي علشان نلبس بناء من الله غير مصنوع بيد ابدي ناخد اجساد نورانية جسد روحاني ممجد وبيقول ان احنا واحنا على الارض هنا معلش احنا مش بنسلك بالعيان وشايفين بنسلك بالايمان لكن وثقين ولينا رجاء ان احنا حنستوطن عند الرب وحنشوف كل حاجة بعد كده بالعيان واخر اية ختم بها الجزء اللي احنا اخدنا مبارح او اول مبارح بيقول لابد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان ام شر سيد المسيح هو الديان اللي كل انسان مؤمن او غير مؤمن هيقف امامه ويعطي حساب اكالته وحسب ما صنع ب خيرا كان ام شر يعني عايز يقول ان احنا مشتقين وبنشتهي ان احنا ننطلق من قيود هذا الجسد لكي نستوطن عند الرب نقرأ بقى من اول عدد حداشر احنا في كورنسوس التانية الاسعحة الخامس بداية من عدد حداشر فاذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس واما الله فقد صرنا ظاهرين له وارجو اننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم ايضا لاننا لسنا نمدح انفسنا ايضا لديكم بل نعطيكم فرصة الافتخار من جهتنا ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب لاننا انصرنا مختلين فلالله وان كنا عاقلين فلكم لان محبة المسيح تحصرنا اذ نحن نحسب هذا انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا هقف هنا عند محبة المسيح تحصرنا عشان اوضح الجزء اللي فده وبعد كده ناخد الجزء التاني لانه هيسترسل فيه جزء جميل ومهم هيسترسل فيه شوية فاذن احن عالمونا مخافة الرب نقنع الناس مخافة الرب المعنى المباشر على طول لها ان احنا بنتق الله ان احنا يعني في قلبنا احساس بحضور ربنا باستمرار وعملين حسابه عملين اعتبار وحساب فوق كل اعتبار وفوق كل حساب لحضور ربنا ده المعنى المباشر التقوى او مخافة ربنا يعني الاحساس بحضور ربنا في حياتنا حضور ربنا معانا في حياتنا لكن المعنى الاكبر واذن احن عالمونا مخافة الرب يعني عندنا ايمان بربنا الايمان كله اللي احنا بنكرس به الانجيل اللي احنا بنكرس به هو ده هو ده الايمان بتاعنا ده اللي احنا بنسميه مخافة الله انسان يحيا في مخافة الله يعني يحيا في الايمان ومدام هو بيحيا في الايمان هو بيحيا في حضور الله في محبة الله في عشرة الله في قداسة الله يحيا في الحق فالكلمة بتحمل كل معنى الايمان المسيحي في العهد الجديد في مهابة خاصة هو ربطها بالجزء اللي قابلين إنه هو الديان فنخافه إنه هو الديان هو اللي هنوقف قدامه فلازم نعمل حسابه في كل لحظة فإذن نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس عشان كده احنا بنكرز عشان كده احنا بنلف العالم نكرز بالمسيح مستهينين بالمخاطر وبالأوبئة وبالمقاومة وباللصوص وبالعوز وبالظروف الصعبة والقاسية وبظلم الناس مستهينين بكل ده لإن احنا اتحادنا بالمسيح وبقينا سفراء ليه وعالمونا مخافة الرب نقنع الناس لذلك نقنع الناس نحاول نحن نوصل لهم رسالة الخلاص لألا يهلكوا بعيد عن المسيح لأن ما فيش حياة إلا فيه فإذن نحن عالمونا مخافة الرب نقنع الناس عايز يقول لهم أنا ليه باكرز لكم أنا ليه بابعث رسائل طويلة واتعب إن أنا أدقق معاكم في كل صغيرة وكبيرة وعالج المشكلة دي وطول بالي على الموضوع ده وأتكلم معاكم في دي وأوضح لكم دي وقول لكم لأ دي ما تنفعش كده ده مجتمع الكنيسة ما ينفعش يكون فيه نجاسة ما ينفعش يكون فيه كراهية وأعد أتعب كده لأن ما خافت ربنا مالية قلبي لأن ربنا متقل قلبي بالرسالة بتاعة البشارة والكرازة والخلاص عشان كده أنا بكلمكم أما الله فقد صرنا ظاهرين له وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا يعني الخبرة والحياة اللي احنا عيشينها مع ربنا دي ومختبرينها معاه كل يوم هو شايفها وإحنا مكشفين قدامه وهو عارف قلوبنا أما الله فقد صرنا ظاهرين له وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا نكون اتكشفنا كده قدامكم احنا مش مجرد ناس بلغت رسالة ومشيت لا كان بيهتم كل الأمور قديس بوليس الرسول حتى في الإصحاح الحداشر وهو بيحكي على الحاجات الصعبة اللي هو محتملها والسلبان الكتير اللي شلها بيقول يعني اللي أنا بقوله ده في تعب وكد وأسهر وجوع وعطش وأصوام وبرد وعري عدم هو دون ذلك أتراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس يعني حاجات متراكمة كل يوم علشان أهتم بالكنيسة دي والكنيسة دي والكنيسة دي والكنيسة دي بعتله حد والكنيسة دي سمع عنها كذا والكنيسة دي بيتابعها عن طريق فلان وفلان وهكذا فهو عايز يقول لهم أن أنا بتعامل معكم بأبوة وعايز أوصل لكم رسالة الخلاص مش بشتغل وظيفة علشان كل منها عيش لا أنا حياتي هي أن أنا أوصل رسالة الخلاص وأهتم بيكم وربنا شايف وأحنا ظاهرين أمامه وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا يعني أنتوا بأولوكم كده حسيتوا بينا وحسيتوا أن الرسالة بتاعتنا رسالة صادقة لأننا لسنا نمدح أنفسنا أيضا لديكم إحنا مش بقول الكلام ده علشان تمدحوني بل نعطيكم فرصة للإفتخار من جهتنا ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب وأنه هنا بالكلام عن بعض الناس الخدام المزورين اللي هو لمح عنهم في البداية وقال لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله لا أنتوا علشان لم يجي حد يشككوا فينا ويشككوا في الرسالة اللي إحنا بنبعثها لكم والتعليم اللي إحنا بنوصله لكم يبقى عندكم جواب يبقى أنتم من جواكم نديكم فرصة للإفتخار من جهتنا أنه كنتوا تلاميذ أمناء لينا ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب اللي بيدوروا يعملوا منظر في الجسد واللي بيدوروا على شكل معين مش بيدوروا على خدمة ربنا بقلبهم لأننا إن صرنا مختلين فلالله أو كنا عاقلين فلكم صرنا مختلين في نظر بعض الناس إذا كان بيتقال علينا إن إحنا مختلين لا فلان دا متطرف قوي فلان دا كلام مش مناسب مش كويس ويطلعوا كلام إفترة ضد القديس بولوس الرسول زي ما بيقولوا على بعض الناس دلوقتي وليكن نمش نهتز إن كنا مختلين إذا تقال علينا إن إحنا مختلين من بعض الناس فنحط الكلام دا قدام ربنا نحطه قدام ربنا يعني إذا قيل عننا إن إحنا مختلون فهذا القول نضعه عند الله وهو يحكم لنا إن صرنا مختلين فلالله نحط الموضوع دا بين إيدين ربنا وربنا هو اللي يعارف القلوب وهو اللي جازي كل واحد أو كنا عاقلين فلكم يعني إذا تقال علينا عاقلين دي كويس أتفتكم لأن كنتوا كده هتسمعوا لنا فإحنا هنحاول باستمرار نقول كلام كل عقل وحكمة لكم لكن إذا كان حدا بيقول علينا إن إحنا مختلين فمجرش حاجة إحنا خدمين ربنا يعني فهو بيلوم خدام ربنا أو بيطلع كلام وحش على خدام ربنا يبقى ربنا ويتصرف معه لأن محبة المسيح تحصرنا يعني هتلاحظوا إن هو في كل الأحوال هو مستمر في الخدمة اتقال عنه مختل ما فيش مشكلة اتقال عنه إن هو عاقل ما فيش مشكلة هو بالنسبة له بيوصل الرسالة وبيخدم ربنا وحيقولها في الإصحاح السادس هيقول بسيط رديق وسيط حسن إحنا بنخدم بسيط رديق وبسيط حسن ما يجرش حاجة هنكمل خدمتنا وهنكمل رسالتنا زي كان فيه ناس بتقول علينا كلام كويس أو ناس بتفتري علينا باتهامات باطلة أو شريرة وليها كلام بسيط رديق وبسيط حسن إحنا هنكمل لأن إحنا عارفين ومحبة المسيح مشتعلة في قلوبنا وعايزين نوصل الشعلة دي لكل إنسان عشان كده على طول بعدها قال لأن محبة المسيح تحصرنا إحنا مش هيهمنا كل ده كل الكلام اللي يتقال ضدنا أو المقاومة ما تهمناش لأن إحنا مشتعلين بمحبة ربنا لأن محبة المسيح تحصرنا يعني إحنا كلنا بقينا في المسيح متغزيين من حبه فطاقة الحب اللي جوانا لا تتوقف لا تتوقف مين سيفصلنا عن محبة المسيح زي ما قال في رومية 80 من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف ما فيش حاجة تفسلنا عن محبة المسيح لأن محبة المسيح تحصرنا واحد كده منحصر في محبة المسيح فالعالم مش عارف يدخل هو جوه محبة المسيح ما فيش محبة للعالم ولا محبة غريبة بتدخل حياته إذ نحن نحسب هذا بيشرح لهم يعني إيه محبة المسيح تحصرنا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا سيد المسيح خد جسدنا ومات بي خدنا فيه ومات علشان يدوس الموت لحسبنا يدوس الموت خد طبيعتنا عشان يشفيها ويحييها زي نفتكر الكلمة دي خد طبيعتنا وعجينة البشرية أخدها واتحد بيها علشان يشفيها ويحييها هو مات وإحنا موتنا معاه وبناخد نصبنا من هذا الموت في المعمودية لما نموت وندفن معاه المعمودية على فكرة هتلاقوها هي محوى الرئيسي في كرازة معلمنا بوليس رسوله في حياتنا المسيحية إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا مدام هو مات لأجلنا وماتوا وخد طبيعتنا فيه يبقى كلنا موتنا ومدام قام يبقى إحنا كلنا فيه نقوم في حياة جديدة فإحنا كلنا موتنا مع المسيح المصلوب من خلال المعمودية وهو مات لأجل الجميع كي لا يعيش الأحياء فيما بعد لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام هو مات لأجل الجميع قدم نفسه فدية لأجل الجميع قدم نفسه ذبيحة حب لأجل الجميع فخلاص الجميع بقى ماتوا خلاص يعيشوا حياة جديدة فيه ماتوا فيه ويعيشوا حياة جديدة فيه خارج المسيح الإنسان ميت تماما ميت ومالوش حياة أبدية وقع تحت حكم الموت لكن في المسيح ياخد قوة إماتة زي ما كنا بنكلم المرة اللي فاتت وقوة قيامة وحياة جديدة هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقعه هو مات لحسابي أنا أعيش لحسابه هو مات لأجلي وأنا أعيش لأجله هو مات علشان بيحبني وأنا أعيش أكرز بحبه هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم لا لذواتهم لا لمتاعهم الشخصية بل للذي مات لأجلهم وقعه يعيشوا للمسيح وكرسوا حياتهم كلها للمسيح حتى وهم بيشتغلوا في أشغالهم حتى وهم في أسرهم حتى وهم في أنشطتهم بيكرزوا للمسيح عايشين للمسيح عايشين للمسيح يعيشوا فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العنطيقة قد مضت وهو ذا الكل قد صار جديدة جزء ده جزء مهم جدا لا نعرف من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد يعني المستوى اللي إحنا مستوى المعرفة بتاعتنا دلوقتي مش بحسب الجسد يعني مش فلان من الصبت الفلاني قريب فلان ولا من البلد الفلانية ولا من العيلة الفلانية ولا من الجنس الفلاني لا 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 كل ده تجاوزنا لا نعرف أحدا حسب الجسد بقينا أعضاء في جسد المسيح بقينا خليقة جديدة في المسيح المسيح هو آدم التاني اللي إحنا بقينا فيه خليقة جديدة حسب الجسد يعني حسب إحنا كباني قدمين بقى حسب النسب بتاعنا والبلد بتاعتنا والجنس بتاعنا والمستوى الاجتماعي بتاعنا ومستوى التعليمي بتاعنا كل ده إحنا تجاوزنا في المسيح علينا عنه خالص إحنا في المسيح بقينا خليقة جديدة حتى ربنا يسوع اللي هو نسميه هنا مسيح التاريخ إن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد يعني عاش في وسطنا فعلا فعلا يعني خد دمه لحمه عاش في وسطنا لكن الآن لا نعرفه بعد بعد ما صعد للسماء هو موجود فينا بنتحد به في الإفخارستية واتحدنا به لما موتنا وقمنا معاه في المعمودية دخلنا بقينا أعضاء في جسده وبنثبت فيه باستمرار ودمه بيسري فينا وعمل روحه بيسري فينا ده إيه؟ ده معرفة ليست على مستوى الجسد معرفة للمسيح على مستوى فائق على مستوى الاتحاد به مش على مستوى الجسد والعيلة الفلانية والعيلة الفلانية والعيلة دي تفتخر على العيلة دي خلاص إحنا تجاوزنا المستوى ده تجاوزنا مستوى الحر والعبد الغني والفقير واليهودي والأممي والبرباري والسكيثي الجنس أو النوع أو البلد تجاوزنا المستوى ده في المسيح اتوحدنا فيه ما بقيناش على مستوى الجسد ما نعرفش الكلام بتاع على مستوى الجسد ده إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة مستوى تاني خليقة جديدة في المسيح آدم الثاني بقين أعضاء في جسد المسيح آدم الثاني بقين مولودين من الله مش بس مولودين من أبائنا الجسدانيين بقين مولودين من الله النهاردة في القراءات بتاعة الصبح كان في الكاثوري يكون بيقول كده قديس يحنى نحن مولودين من الله المولود من الله لا يخطئ لأن زرعه يثبت فيه ده مولود من الله ده دي الولادة الجديدة من الماء والروح فبقى مستوى سلوكنا وحياتنا مختلف تماماً عن لما كنا عايشين على مستوى الجسد إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت العهد الأديم انتهى بما فيه من فرائد وتقوس وتطهيرات إحنا تطهرنا في المسيح تبررنا في المسيح حياة جديدة لينا في المسيح حياة أبدية لا يغلبها الموت العهد الأديم بكل ما فيه من تقوس خلاص بطل الأشياء العتيقة قد مضت اللي كان يقولك المختون ده مستوى الغرلة ده نجس ما فيش كلام ده في المسيح يقول قديس بولوس رسول برضو بس في غلطية ستة يقول إيه يقول ليس الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة يا الخليقة الجديدة هي اللي تهمنا إن إحنا بقينا مخلوقين في المسيح خليقة جديدة لكن شكل الجسد إيه؟ في المسيح بقينا أعضاء في جسده كلنا لنا نفس الكرامة الرجل زي المرأة العبد زي الحر الغني زي الفقير اليهودي زي الأممي بقينا في المسيح خليقة جديدة في العهد القديم كان فيه تصنيفات كان فيه تصنيفات واللي يمشي حسب النموس يبقى ياخد بركة واللي يمشي حسب بعكس النموس ياخد لعنة والكل عجز إنه ينفذ النموس فالكل وقع تحت اللعنة عشان كده السيد المسيح جيه يدينا إن إحنا نبقى فيه لما نبقى فيه ناخد بره ولما نبقى فيه ناخد البركة لما نبقى فيه ناخد الحياة عشان كده بيأكد إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا هو دا عربون الحياة الأبدي هو دا عربون الحياة الأبدي هو دا مذاقة الملكوت نفس الكلمة هنلاقيها في آخر سفر الرؤية هو بيتكلم على السماء ربنا بيقول هأنا صانع كل شيء جديدا جديدا ياه بس دا مش بس في السماء دا احنا بدأنا من من أول المسيح ما تجسد ودخل للموت وداسه وقام ووهبنا بقيمته وبسعوده حياة جديدة أقامنا معه الآب الآب أقامنا مع المسيح وأجلسنا معه في السماوية خليقة جديدة بقينا عن يمين الله يعني في مجد أبناء الله في حرية مجد أولاد الله هذه الخليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا هوذا الكل قد صار جديدا ولكن الكل من الله جديد دا مش مننا الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالح الله صالحنا لنفسه الله الآب صالحنا مع نفسه بيسوع المسيح الإبن المتجس وأعطانا خدمة المصالح مين المصالح الأول هو الإب اللي صالحنا طيب وحنا دخلنا بقينا أعضاء في جسد الإب يبقى لينا رسالة في العالم اسمها خدمة المصالح كما كان هو مصالحا لنا مع الله الآب صرنا نحن وحنا أعضاء فيه لينا خدمة ورسالة في هذا العالم اسمها خدمة المصالح إيه خدمة المصالحة دي؟ تعالوا نشوف بيقول الله صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالح أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله فهو الله الآد في الإبن طبعا كان في الإبن مصالحا العالم لنفسه بالمسيح وبزبحته الكفرية على الصليب غير حاسب لهم خطاياهم في بداية جديدة يغفر لنا ويطهرنا من كل خطية وواضعا فينا كلمة المصالح يبقى كلمة الإنجيل البشارة المفرحة دي كلمة المصالح كلمة تفتح السكة بين الإنسان وربنا تربط الإنسان بربنا تصالح الإنسان مع ربنا لأنها كلمة بتقود للتوبة لأن التوبة هي اللي بتعوق المصالح زي ما ربنا قال في العادل قديم إن الخطايا كانت عاملة زي الفاصل كده خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين إلهكم فلما تتشال الخطيئة وتتغفر بدم المسيح تتفتح السكة وتحدث المصالح فالمسيح على الصليب كان مصالحا لنا مع الله وواضعا فينا كلمة المصالح هي الرسالة بتاعة المسيح إيه؟ اذهبوا اكرزوا في جميع الأمم عمدوهم بسم الأب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به اذهبوا وكرزوا معموديا اللي هي لغفران الخطايا وولادة جديدة من الله ودخول لعضوية الملكوت فهي دي خدمة المصالح هي دي كلمة المصالح فالملخص كده إن السيد المسيح كان مصالحا بيننا وبين الآب ولما احنا انضمنا العضوية جسده بالمعمودية وموتنا وقمنا معاه بالمعمودية بقينا إحنا كأعضاء في جسده مصالحين سفراء للمسيح في وسط العالم كأن الله يعظ بنا يعني إحنا الميكريفون اللي ربنا مسكه في إيده بيوعظ به إحنا الأدوات اللي ربنا بيستخدمها لتوصيل البشارة المفرحة كأن الله يعظ بنا سفراء إحنا بينا سفراء للمسيح إيه الكرامة دي؟ إيه المجد ده؟ نسعى كسفراء خدمة المصالحة يعني إيه؟ هي إن إحنا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله بنتكلم نيابة عن المسيح اللي صعد للسماء وسيبنا في الأرض هنا وعطينا روحه علشان نمثله نمثله ونبقى سفراء ليه ونقول للناس تصالحوا مع الله زي ما المسيح جاء عشان يصالحنا مع الآب إحنا بنكمل رسالته على الأرض عشان الناس تتصالح مع ربنا عايز في الحتة دي أفكركم بالآية اللي كلمنا عنها زمان قبل كده أكتر من مرة في أيوب تسعة تلاتة وتلاتين في أيوب تسعة تلاتة وتلاتين أيوب بيقول إيه ساعتها كان أيوب في حالة مش شايف ربنا ومتقلم جدا جدا وحاسس إنه مرفوض وحاسس إنه يعني الآلام اللي وقعت عليه دي والظروف الصعبة اللي هو بيمر بيها مش مفهومة وحاسس إنه دخل فيما يشبه الخصومة مع الله يا رب يا رب يا رب ما حدش بيرد يطلب ما حدش بيرد يا رب طب ليه حصل كده ما حدش بيرد طب ليه البلاوة دي كلها تنزل على دماغي في يوم واحد ما حدش بيرد طب إيه معنى الكلام اللي حصل ده كله والمرض اللي أنا فيه ما حدش بيرد فهو حاس إنه فيه زي إيه خصومة بينه وبين ربنا عشان كده لما جم أصدقاءه التلاتة يتنقشوا معاه فقال من ضمن كلامه العبارة دي في أيوب تسعة تلاتة وتلاتين زي ما قلت لكم ليس بيننا مصالح يغضع يده على كلين يعني الكنتكست السياق بيقول إيه بيقول ليس هو إنسان مثلي فأجاوبه فنأتي جميعا إلى المحاكمة يعني لو إحنا مختلفين في حاجة لو هو واحد صديقي حنتناقش وإذا ما تفهمناش وما وصلناش لحل نروح للمحكمة تحكم بنا لكن أنا مش قادر أتعامل معاه مش قادر أشوفه مش قادر أوصله ليس بيننا مصالح يضع يده على كلين ما فيش واحد مصالح يصالحنا إحنا الاتنين سوا ليرفع عني عصاه ولا يبغيتني رعبه إلى آخر فالبشر كانوا في هذه الحالة زي ما أيوب بالظبط كان موجود البشرية كلها كانت في هذه الحالة وممكن تقول بلسان أيوب قبل السيد المسيح ممكن تقول نفس الكلام ليس بيننا مصالح يضع يده على كلين ما كانش ممكن يكون فيه مصالح إلا الإبن الكلمة المتجسم ربنا يسوع المسيح هو ده المصالح فالآية دي تيجي هنا بقى كويس نربط الآية بتاعة أيوب 9.33 بالآيات الجميلة هنا اللي في كرونسوس الثانية 5 اللي هي 18.19 بيقول كده في 18 الله صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالح أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم فالسيد المسيح يضع يده على كلين لأنه بلهوته مساوي للآب وبناسوته مساوي لنا فيقدر يصالحنا على بعض كانش فيه وسيلة أخرى ولو المسيح أقل من الآب في الجوهر ما كانش ممكن يصالحنا مع الله أبداً ولكنت ذبيحته الكفارية توصلنا بربنا ولا تفتح لنا الطريق إلى الأقداس لأنها ذبيحة محدودة لكن لأنه هو غير محدود وقدم ذبيحة كفارية غير محدودة فهي فتحت لنا الطريق إلى الأقداس وأوجدت لنا فداء أبدياً زي ما بيقول القديس بوليس الرسول في عبرانين حصل لنا على فداء أبدي عرف يحصل لحسابنا على فداء أبدي فهو المصالح اللي صالحنا مع الأب مش بس كده وعطانا إن إحنا وإحنا فيه نكون مصالحين للعالم ونقدم رسالة مصالحة نقدم رسالة مصالحة للعالم تصالحوا مع الله تصالحوا مع الله طب هو إزاي بقى مصالح للعالم الآية بقى اللي جاية دي آخر آية في الإصحاح من أقوى الآيات اللي كتبها القديس بوليس الرسول في كل رساله بيقول إيه بيقول لأنه لأنه تعود على الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه ياه أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيد علوه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه بقى الله القدوس الله الإبن القدوس الذي لم يعرف خطية جعل خطية لأجلنا كلمة كبيرة قوي لنصير نحن نحن الغلاب الضعفاء الترابين بر الله فيه في المسيح يعني إيه جعل جعل أو جعل الله الآب جعل الإبن خطية الإبن الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا هنا طبعا خطية الخطية ما قالش خاطي إنهم لم يعرف خطية لكن هو خد وضع الخطى هو حمل الله الذي حمل خطايا العالم صار خطية مش يعني تحول إلى خطية ما بقاش الله وبقى خطية لا حتى نحط جنبها الكلمة صار إيه جسدا الكلمة صار جسدا مش معنى كده إن الله ما بقاش الله الله الكلمة ما بقاش هو الله الكلمة وتحول إلى جسد لا يعني يعني اتحد بالجسد فالسيد المسيح صار خطية لأجلنا يعني خط خطيان عليه خط خطيانا علشان يقتلها خط خطيانا عشان يبدها خط خطيانا علشان يشفينا منها يشفينا منها خط طبيعتنا بكل ما تعبها وخطيها علشان يشفينا منها علشان يبيد الموت بموته بالموت داس الموت الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه لما نسبت فيه ناخد بر الله يغنينا بر الله يقدسنا ويبررنا بر الله مش ممكن إحنا بأعمال حن نتبرر أبدا لن نتبرر إلا ببر المسيح أعمال الإنسان كلها تفهات تفهات ما لهاش أي قيمة ولا أي معنى حتى كل جهاد الإنسان إن ما كانش كده جوه بر المسيح وبنعمة المسيح تكون عاملة فينا ما لهش أي قيمة فاحنا صرنا بر الله فيه بقينا مبررين ومقبولين عند الله الآب في المسيح اللي صار خطيئة لأجلنا أيضا صار خطيئة لأجلنا يعني صار ذبيحة خطيئة لأجلنا عارفين إحنا في العهد القديم أنواع الزبائح كانوا خمسة من ضمن الأنواع كان فيه ذبيحة اسمها ذبيحة الخطيئة ذبيحة الخطيئة هي مش خطيئة لكن هي ذبيحة لغفران الخطيئة فالسيد المسيح صار خطيئة لأجلنا يعني صار ذبيحة لغفران خطيئة طبعا ذبائح العهد الأديم الخمسة دول لذبيحة المحرقة والسلامة وتقدمة الدقيقة والقربان وذبيحة الخطيئة وذبيحة الإثم كلهم بيشوروا على جوانب في ذبيحة الصليب الكاملة لكن السيد المسيح صار ذبيحة من أجلنا لكي يبررنا ولكي يخفر لنا خطيئنا ويكفر عن أثمنا الذبيحة دي كانت للتكفير عن الخطيئة فالسيد المسيح قدم نفسه ذبيحة خطيئة لأجلنا لكي يكفر عن خطيئنا مش بس خطيئنا لكن خطايا العالم كله زي ما القديس يحنى بيقول في رسلته الأولى لسعاحة الثانية فعلشان نتصالح مع الله القدوس بنتبرر في المسيح اللي حمل عننا خطيئنا يعني خدمة المصالحة دي جات إزاي جات إن المسيح مات من أجلنا وصحق الخطيئة وداس الموت وشال الحواجز اللي بيننا وبين ربنا فقدرنا نتصالح مع ربنا تاني لأن الخطيئة كانت إيه فاصل فالسيد المسيح حمل عننا خطيئنا كشاه تساق إلى الذبح وكحمل صامت أمام الذي يجزه طبعا إشاعي 53 فيه تعبيرات كتيرة من هذا النوع يلسكب للموت نفسه ويقول أوجعنا حملها وأحزننا تحملها شال كل ده علشان يبررنا وعلشان يصالحنا مع الله الآب فقد صار ذبيحة خطيئة أو ذبيحة عن الخطيئة كنت بقى رشوية تعليقات لطيفة للآباء حوالين الآية دي القديس إمبروسيوس ده من قديسي القرن الرابع كان فيه الغرب بيكتب باللاتيني وكان بيستخدم النسخة اللاتينية القديمة النص الترجمة اللاتينية القديمة لكتاب المقدس وهو ده الأب الروحي اللي تاب على دي القديس أغسطينوس إمبروسيوس ده كان أسقه في ميلان اللي ميلانو حاليا وعاش في أواخر القرن الرابع بيقول إيه؟ بيقول إن السيد المسيح حمل نفس طبيعتنا بالكامل هو لم يفعل خطيئة لكنه صار خطيئة لأنه أخذ خطايانا على عاطقه فدعيا خطيئة وربطها كمان القديس إمبروسيوس باللعنة الدعيا لعنة لأجلنا أخذ اللعنة بتاعتنا أخذ الخطيئة بتاعتنا وأخذ اللعنة لأنه علق على خشبة ومعروف في العهد الأديم ملعون كل من يعلق على خشبة فالسيد المسيح علق على خشبة عشان يأخذ اللعنة بتاعتنا عليه ويدينا إحنا البركة أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له زي ما بنقول في التسبح يبقى أخذ خطيئانا على عاطقه ودعيا خطيئة ودعيا لعنة لأنه حمل لعناتنا عليه وحمل خطيانا عليه بيقول دعية خطية قديس أمبروسيوس بردو بيقول دعية خطية لكي يصلب خطيانا في جسده دعية خطية يعني خذ الخطية بتاعتنا وصلبها في جسده ولأجلي صار لعنة ليبيد عني اللعنة وصار خطية ليرفع عني خطيتي دا قول تاني لحد كان معاصر للقديس أمبروسيوس بس في الشرق اسمه قديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات لحنا نعرف اسمه وليه الأداس الغريغوري اللي احنا بنصلي به ولو كتابات لهوتية يسمه قديس غريغوريوس اللهوتي أو غريغوريوس الناطق بالإلهيات بيقول لأجلي صار لعنة ليبيد عني اللعنة وصار خطية ليرفع عني خطيتي فالذي لم يعرف خطية جعل خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه وعلى هذا الأساس اتصالحنا مع ربنا على هذا الأساس أن احنا المسيح كفر عن خطيانا وثبتنا فيه علشان تموت في حياتنا الخطيئة ونعيش ببر الله ونتبرر ببر الله بر الله اللانهائي ده ازاي احنا نصير بر الله كل واحد ياخد نصيب دخلنا في شركة بر الله زي ما دخلنا في شركة الطبيعة الإلهية زي ما دخلنا في شركة الملكوت وعضوية الملكوت دخلنا في شركة بر الله نتبرر بالله نتبرر بعمل نعمته كلما نعمته تتدفق فينا كلما تغسلنا وتبررنا وتقدسنا زي ما يكون مثلا إيه جرح كده يقول جرح ده محتاج بس يبقى في دم كويس في دورة دموية كويسة وصلة للمنطقة دي هتطهر الجرح على طول الخوف مثلا لما بنشوف بعيد عننا حد عنده منطقة مش وصلها الدم كويس ويحصل فيها التهب إليك ده فيه خوف ان يحصل غير غارينة الغير غارينة دي عبارة عن ايه منطقة دخل فيها مايكروب والجسم مش قادر يقومه فحصل تسامم والبداية الأنسجة تموت والمايكروب بدأ يزحف على بقية الجسم وهيموت الجسم يسامم الجسم كله يقولك جزء ده لازم نقطعه لأنه خلاص مافيش دم وصله مهما حطينا له مضادات حيوية من بره لازم الدم يكون وصله من جوه إحنا مع الفرق يعني في التشبيه إحنا نعمة المسيح بتنبض فينا دم المسيح بيسري فينا روحه بيسري فينا فبيقدسنا ويحرق الأشواك الوحشة ويحرق المايكروبات والشهوات الوحشة دم المسيح بيشتغل فينا فعشان كده بنتبرر ببر المسيح لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن وبر الله فيه دي النعمة العظيمة اللي احنا عايشين فيها في العهد الجديد فالأول آية بس من الإصحاح السادس مش هناخد غيرها فإذ نحن عاملونا معه احنا عاملين مع المسيح اللي أحبنا ده المحبته بتحصرنا اللي صار خطية لأجلنا لكي نكون نحن وبر الله فيه اللي صالحنا مع الله الآب وجعلنا سفراء ليه نسعى كسفراء ليه وننادي تصالحه مع الله احنا عشان كده بنشتغل معاه عشان كده احنا بيعطين لكم الرسالة عشان كده احنا بيعطين لكم الرسالة ان احنا بقينا أعضاء في المسيح وبقينا بيسري فينا روحه وعطانا ان احنا كون سفراء ليه في وسط العالم احنا عاملون مع الله فإذ نحن عاملونا معه نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلا أرجوكو النعمة اللي احنا بنقدمها لكم وعملوا الروح القدس وكلمة الحية اللي احنا بنقدمها لكم دي ما تبقاش باطلة فيكم ما تبقاش باطلة في قلوبكم أرجوكم لا تقبلوا نعمة الله باطلا يعني البزرة تجيب ثمر مش تدخل وكأنها في أرض مليانة شوك ولا مليانة أحجارة ولا الشيطان يجي انزعها على طول إذ نحن عاملونا معه نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلا بنتوسل لكم إنه إحنا إنه كنتوا لا تقبلوا نعمة الله باطلا لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن يوم خلاص بلوا الكلمة عيشوا بيها نقدم توبة ربنا فاتح بابه وفاتح أحضانه يلا أنا بسمعك النهاردة دلوقتي ما نأجلش دلوقتي بنقدم لكم بنقول لكم كنت صالحوا مع الله أرجوكم اسمعوا إذا كان في العاد القديم قال في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك دي موجودة في الشعية 49 هو ذا الآن وقت مقبول دلوقتي مش بكرة مش بعد ساعة دلوقتي أرفع قلبي وأدم توبة وأرجع لربنا وهو ذا الآن يوم خلاص هو ذا الآن يوم خلاص وأتمتع بعمل ربنا الحلو نقف هنا يبقى احنا خدنا أيتين بس من إصحاح السادس ونكمل المرة الجاية ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين